اشتركوا في القناة وخلصنا حل أسئلة الدروس وحل أسئلة الوحدة وناقشناها بالكامل ويا رب انها ساعدتكم هاي المادة على انك انت ترتاح شوية وتعطي جل طاقتك وتعبك للمواد اللي راح تقدم فيها وزارة زي ما عملنا الفصل الاول في الدرس الوحدة الاولى راح نعمل ان شاء الله في الوحدة الثانية دوسية خفيفة لطيفة بتحكي لك عن 40 صفحة تقريبا فيها كل الدرس او الوحدة الثانية كاملة هيك بكل كتاب المدرسي اكتمل وزي ما حكيت لكم سابقا بحكي لكم إياها الآن اخواني الاعزاء موجود بالرابط في الوصف للاقروبات ممكنك تنضاف حتى اي اعلامات او اي بلاغات انبلغك فيها بإمكانك تحضر هاي المادة على منص دراستك وبإمكانك تحضرها معاي على اليوتيوب على قناتي الكيميا مع ليث الدبابسة وبرضو كمان فيه في الوصف تحت الانستجرام تاعي ممكنك تتابعني عليه وممكنك تحط لايك تحط تعليق بدك يا اهلا وسهلا فيكم نتشرف بوجودك معنا وان شاء الله احنا وانتو حتى نحقق لكم كل ما انتم تحلموا فيه هاي الوحدة الثانية يا حبيب القلب فيها شغلة جميلة هي اساسية لوحدة الحموض والقواعد ووحدة اسمها الكيمياء الحركية في التوجيه يعني فيه اشياء حنتعلمها حتكون اساسية هناك فبسوى انك تعطيها شوية اهتمام ما بقول لك تعطيها في اللوت لكن اعطيها شوية اهتمام ننطلق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية التفاعلات والحسابات الكيميائية طبعا الوحدة الثانية يا حبيب يا اخوان يا اعزائي تختلف عن الوحدة الاولى بانه فيها رياضيات فيها شوية قوانين شوية اشياء وفيها شوية حفظيات النوع الاول من التفاعلات الكيميائية او الدرس الاول عنوانه التفاعلات الكيميائية شو يعني تفاعلات نجيب مادة مع مادة تفقد الكترون تكسب الكترون يعطينا مادة جديدة او نجيب حمض مع قاعدة يعملوا إيش اسمه تعادل ويطلعوا لنا من الحمي أو نجيب مثلا مادة نشيطة نفاعلها مع مادة أقل نشاط النشيط يحل محل الأقل نشاط هذا كله ياته مرق معكم في صفوف سابقة أنواع التفاعلات الكيميائية أول نوع من التفاعلات للمركبات الكيمية تفاعلات الاتحاد ما هي تفاعلات الاتحاد نقرأ عشان نتعلم أنا وياكم بيقول لك تفاعل الاتحاد هو تفاعل كيميائي تتحد من اسمه اتحاد تتحد فيه مادتان أو أكثر المواد كبيرة المواد ممكن أن تكون عناصر ممكن أن تكون مركبات ممكن أن يكون عنصر مع مركب ممكن أن يكون آيونات فالاتحاد هو أنك تجيب مادتين وتركبهم على بعضهم تتحد فيه مادتان أو أكثر عناصر أو مركبات بغض النظر لإنتاج مادة واحدة جديدة تختلف في خصائصها عن مكوناتها الأصلية يعني جيب مادة اسمها ا زائد مادة اسمها بي بيطلعوا لمادة جديدة اسمها اي بي لاحظ A زائد B بعطيني AB مع بعض هلا هذا اسمه اتحاد ليه؟ لأن المادتين اتحدوا صاروا مادة واحدة المادة الجديدة بتختلف في صفاتها عن المادتين الأصليتين ممكن يكونوا غازات هي صلبة ممكن يكونوا سوائل هي غازية ممكن يكونوا هم مواد سامة هي مادة مهمة للحياة ممكن يكونوا هم مواد مهمة للحياة هي مادة سامة فبفي اختلاف في الخصائص عن مكوناتها الأصلية يسمى هذا التفاعل أيضا تفاعل التكوين أو التحضير synthesis reaction ممكن نسمي الاتحاد تفاعل التحضير أو تفاعل التكوين أو تفاعل الاتحاد هاي من اسمه ليش؟ لأنه يؤدي إلى إنتاج مادة جديدة ممكن يسألك سؤال خفيف لطيفة أو سؤال مباشر لكن في داخل تاعه سؤال عالي أحد التفاعلات التالية يسمى التفاعل التكوين بدك تكون عارفة أنه اتحاد طب كيف الاتحاد؟ دك شوف شكله العام قل لك لأنه يؤدي إلى إنتاج مادة جديدة ويمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية هاي اسمها معادلة عامة اسمها معادلة عامة A بغض النظر شو هو A زائد B برضو بغض النظر إيش به بيعطينا A B لاحظ مادتين أعطوا مادة واحدة مادتين إيش سووا؟ أعطوني مادة واحدة طب أستاذ نعم ممكن يكون عندي ثلاث مواد يطلعوني مادة واحدة؟ ممكن مادتين بيطلعوا مادة أو ثلاث مواد بيطلعوا مادة هذا اسمه اتحاد طب الطلاب الأذكية والشاطرين الاتحاد هو أن يجيب مادتين أفاعلهم مع بعض وطلع مادة واحدة طب لو جبت مادة واحدة لو جبت مادة واحدة وفكيتها لمادتين شو عكس الاتحاد تحلل عشانك في نوع ثاني حنأخذه اسمه التحلل كيف بعرف التحلل عكس الاتحاد مادتين بعطوا مادة ثلاث مواد بعطوا مادة اسمه اتحاد طب لو مادة أعطت مادتين يعني تفكفكت اسمه التحلل هيك اسمه فخليها في بالك بيقول لك يصنف أو تصنف تفاعلات الاتحاد بناء على أنواع المواد المتفاعلة فيه ثلاث أنواع رئيسية منطقيا عنصر مع عنصر بعطي مركب عنصر مع مركب بعطي مركب أو مركب مع مركب بعطي مركب احكي عربي شو يعني عنصر؟ عشان نفهم أنا وياكم هاي السؤال فنفتح لوح صغير بس هيك فور فون هذا اللوح اشي بسيط شو يعني مادة في الكيمياء؟ كلمة مادة تقسم إلى قسمين أساسيين رئيسيين عنصر ومركب طب شو الفرق بين كلمة عنصر وكلمة مركب؟ العنصر ذرة والذرة تكتب على شكلين تكتب على شكل حرف كبير حرف كبير زي N O H K إلى آخرين وتكتب على شكل حرفين الأول كبير والثاني صغير قل والله آه 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 هيك لازم يعني A G فضة C U نحاس N I نايكل إلى آخرين ما بصير أعطيك مثلاً هذا الإشي وأقول لك إذا علمت أن عنصر الكوبالت هذا مش عنصر هذا مركب ليش مركب؟ المركب هو ذرتين مع بعضهما أو أكثر يعني هذا لو تفرشت عليه أنا وياكم رح تشوف الحرف الأول كبير والحرف الثاني كبير هذا مش عنصر هذا اسمه مركب ليش مركب؟ الذرة الأولى اسمها أكسوجين والذرة الثانية اسمها كربون عشان هيك هذا اسمه اسمه مركب طيب لو أعطيتك C وبتقول لي هذا عنصر طيب ليش عنصر؟ لأنه الأول كبير والثاني صغير لاحظ أجي أكتب لك مثلاً مثلاً C U هذا مش نحاس مش نحاس هذا يورانيوم وكربون يورانيوم وكربون طيب النحاس C U كبتال اسمول إذن انتبهنا لهذه الفكرة عنصر يكتب أحياناً على شكل حرف واحد كبير أو حرفين الأول كبير والثاني صغير المركبات ذرتين أو أكثر مع بعضها يعني مثلاً N A C L مركب نبين لأنه هون ذرة صوديوم وذرة كلور طيب K F وبعد قول لي عنصر هذا بوتاسيوم وهذا فلور مركب ملح كلوريد فلوريد البوتاسيوم مثلاً A G I بتقول لي هذا مركب ليش؟ لأنه عندي ذرة فضة وذرة ذرة يود H2O هذا مركب اللي بتجي تقول لي مثلاً C6H12O6 هذا سكر لغلوكوز طيب أستاذ في أشياء بتنكتب على شكل 2 زي CL2 زي BR2 زي مثلاً S8 لاحظه عبارة عن كابتل سمول معاها رقم كابتل سمول معاها رقم كابتل معاها رقم هذا برضو يدخل تحت كلمة عنصر وعشان يخصصوه في الكيمياء بسموها جزيئات بسموها إيش؟ جزيئات هذا الإشي مش كثير كثير واو 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 لكن حلو تعرفه حلو تعرفه إن المركب ذرتين أو أكثر العنصر إما حرف واحد كبير أو حرفين صغير كبير الأول كبير والثاني صغير الأول كبير والثاني صغير أو أشياء التوتات BR2 CL2 O2 F2 فيه إيش اسمه S8 فيه إيش اسمه P4 لاحظوا حرف واحد مع رقم هذا برضو عنصر ذرة لكن يسمى جزي لأنه هيك شكله في الطبيعة جزيئ وعادة الجزيئات بتكون سوائل أو غازات فيه منها صلب لكن العادة بتكون سائلة أو غازات تمام يا حبايب؟ إن شاء الله أنها تمام بيقول لك صديق العزيز تصنف تفاعلات الاتحاد بناء على أنواع المواد إلى ثلاثة أصناف شو هم الثلاث أصناف؟ أول صنف عنصر مع عنصر انتبه كابتال سمول هذا عنصر CL كابتال سمول AG كابتال سمول عنصر O عنصر K عنصر فعنصر مع عنصر عنصر مع عنصر بيقول لك يشتعل في لز السوديوم بضوء ساطع أصفر عند إمرار غاز لكلور عليه وينتج عن التفاعل مركب لاحظوا في لز السوديوم يعني عنصر صوديوم NA بضوء ساطع لون الضوء اللي بيطلع أصفر عند تفاعله مع غاز لكلور لكلور CL2 لاحظوا هذا عنصر وهذا عنصر أنتج لي مركب اسمه كلوريد صوديوم NACL آه عنصر مع عنصر أعطى مركب ويعبر عنه بالمعادلة التالية حبيب القلب NA زائد CL2 بأعطي NACL لاحظوا أنه هذا عنصر لاحظوا أنه هذا عنصر اثنين اتحدوا مع بعض أعطوني إيش أعطوني مركب أستاذ أستاذ نعم هاي الأحرف اللي تحت إيش معناها هاي معناتها حالة فيزيائية S يعني صلب G يعني غاز S يعني صلب طب أستاذ أستاذ نعم 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 شو بدك الرقم هذا اللي ورى الرقم اللي ورى إيش اسمه هذا اسمه عدد المولات هذا الرقم اللي ورى اسمه عدد مولات وهذا يستخدم يا حبايب لإيش اسمه موازنة طب الكلور هنا ما في رقم ورى في واحد بس أنت مش شايفه واحد طب الرقم اللي قدام هذا اثنين هذا اسمه عدد الذرات يعني أنا جبت ذرة صوديوم فعلتها مع ذرتين كلور كلمة سيأل تو يعني ثنتين كلور الصوديوم هياخذ واحد كلور هيطلع لي NACL طب هاي ظلت صيح في الشارع وأنا كمان وين أروح بنجيب لها كمان ذرة صوديوم عشان تاخذ لكلورة الثانية ويطلع NACL هذا كيف يعبر عنه ثنتين NA 2NA هذا مش 2CL الله خلقه CL2 هيك خلقه CL2 فهو لسواني المشكلة أعطاني ثنتين NACL بيقول لكم كذلك مثال ثاني يتحد في لز الحديد الحديد في لز رمزه F F عند تسخينه مع الكبريت الكبريت عنصر رمزه S مكونا مركب كبريتيد الحديد كبريتيد الحديد F E S كما في المعادلة التالية طب أستاذ أول سؤال بخطر في بالك أحفظ هذه المعادلات لا السؤال في الأسئلة هاي كيف بيجي بيجي ما نوع التفاعلات التالية بيعطيك أربع تفاعلات ثلاث تفاعلات إيش نوعه؟ اتحاد تحلل إحلال أحادي كذا بيجي بيسألك مثلا أحد التالية يمثل تفاعل اتحاد بس مش أنت تكمل معادلات هس راح نحفظ بعض الأشكال في التحلل شوية في الإحلال الأحادي هنحفظ بعضهم لأنه مطلوب تحفظهم لكن عندي أنا مليار مثال زي هيك وزي هيك ما بتحفظ مثال ما بطلب منك أعطيني شو الناتج والله F E زائد S هذا إيجاز الناتج أخدته في عاشر إنه هذا بيكون شحن تموجة باثنين وهذا بتكون شحن تسالي باثنين بناء على التوزيع الإلكتروني فباجي بأعمل القيم المطلقة لهذا والقيم المطلقة بصير اثنين اثنين أبسط صورة بين اثنين اثنين واحد واحد فال F E بيأخذ شحنة هذا وال S بيأخذ شحنة هذا هذا مو مطلوب منك مو مطلوب منك تمام نيجي يا أحبابي على الصفحة البعديها ومن الأمثلة أيضا كمان أيضا شو إعراب أيضا حكوينكم بتأخذوا عربي أيضا هي عبارة عن نائب عن المفعول المطلق هيك إعرابها نائب عن المفعول المطلق تسألوا ليش كيف ولا ليش هذا بعرف وأنا هيك محروسها السبب بتي وغرونها بالعصاج أنا هيك بعرف عرابها أيضا نائب عن المفعول المطلق بيقول لكم من الأمثلة أيضا على هذا النوع من التفاعلات اتحاد العناصر مع غاز الأكسوجين العناصر يعني أي عنصر في الدنيا غاز أكسوجين يعني O2 طيب لتكوين أكاسيد العناصر هس هاي ممكن تنسأل عنها كيف بيقول لك كما في تفاعل الماقنيسيوم اللي هو الام جي مع غاز الأكسوجين O2 لإنتاج أكسيد الماقنيسيوم يعني بقدر أعمم أنه أي عنصر في الدنيا أي عنصر مع الأكسوجين أي عنصر مع غاز الأكسوجين شو بيطلع أكسيد العنصر أعطيني أمثلة لو جبنا الليثيوم ال-I وفاعلناه مع غاز الأكسوجين إيش هيطلع هون هيطلع إيش يسمه أكسيد الليثيوم طيب شو عرفك لأنه ليثيوم 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 هيك اسمه طيب الشكل تاع أكسيد الليثيوم كيف بدأ عرفه ما ستغشيشكم شكله ممكن يطلب منك أنك أنت تسوي النواتج في بعض الأنواع زي هذا هذه معادلة عامة عنصر زائد أكسوجين الأكسوجين يا حبايب دايما 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 شحنته سالب 2 هنأخذ حالات خاصة في الأقدام في التوجيه لكن هنا الأكسوجين سالب 2 طيب العنصر العناصر اللي عندي أنا وإياكم عادة من ثلاثة مجموعات يا إما المجموعة الأولى يا إما المجموعة الثانية يا إما المجموعة الثالثة المجموعة الأولى بتحمل موجب واحد المجموعة الثانية بتحمل موجب اثنين المجموعة الثالثة بتحمل موجب ثلاثة هسا لا تزعلوا مني انتوا اخواني لا تزعلوا مني إنتو إخواني أنا بحب الطلاب اللي بيحفظوا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية كعناصر مهمات مهمات مجموعة الأولى والثانية لأنه هذو ستحتاجهم في كل حياتك لقدام المجموعة الأولى اللي هم K-N-A-L-I كنالي مجموعة بكلمة كنالي مجموعة الثانية كبامق C-A-B-E-M-G هذولا حلو تحفظهم بيساعدوك كثير مجموعة أولى ومجموعة الثانية المجموعة الثالثة ألمنيوم ما لحاله في الشغير وفيه بورون لكن هو الأشهر كنالي وكا بمك هذول موجب واحد هذول موجب اثنين والألمنيوم موجب ثلاث هس إذا اتحد العنصر مع الأكسوجين بيطلع أكسيد العنصر تحتفرج على الأمثلة عشان نشرح لك يوم هس الأمجين عاصر المجموعة الثانية مع الأكسوجين بيطلع أم جي أو ماشي أوكي تمام الصوديوم مجموعة أولى مع الأكسوجين بيطلع نأي تو أو لاحظ الشكل نأي تو أو اختلفت الألمنيوم مجموعة ثالثة يعني هذا مجموعة ثانية السوديوم مجموعة أولى الألمنيوم مجموعة ثالثة لاحظوا الأشكال للنواتج انسى الأرقام الكبيرة اللي وراء عدد مولات خربطيطة فأنا شو بقول للطلاب بقولهم يا حبايب تردع أخوك بقول يا بردع أخوي بقول له اسمع لي عشان تستوعب أنا شو بدي أشتغل أنا شو بحب أساوي بقول للطلاب دايما المجموعة الأولى اللي هي كانالي إذا اتحدث مع الأكسوجين دايما شكل الناتج شكل الناتج خلينا نسمي المجموعة الأولى نسمي المجموعة الأولى نسميها مثلا I capital I capital بقول له I 2 O دايما المجموعة الأولى K يعني K2 O مجموعة ثانية السوديوم NA2 O Li Li2 O دايما آه دايما دايما هيك شكلها دايما هيك شكلها طب الأرقام هاي مين أجت بقول له شوف علي هس المجموعة الأولى مثلا K موجب واحد أشرح لك كيف أجت الأكسوجين الحبة الوحدة الحبة الوحدة سالبة 2 الشحنات بأخذ قيمة مطلقة بتصير هاي 2 وهاي 1 الكي بيأخذ 2 بصير K2 والO بيأخذ 1 فبصير O K2 O هيك أجت من الشغلة هاي اللي هي شغلة صف 8 وصف 10 أخذتها في 8 وفي 10 هذا الشكل الأساسي كيف تكونت هاي القصة طيب الموازنة الموازنة يا حباي بالقلب الموازنة عشان ترتاح وتريح راسك المجموعة الأولى لما تتحد مع الأكسوجين بتكون هذا الشي دائما المجموعة الأولى بتنضرب بأربعة هاي والأكسوجين بنضربش والناتج بنضرب باثنين عشان تكون موزونة عشان تكون موزونة هسا يا بتحفظها حفظ يا بتحفظها حفظ يا إما بتعلم كيف نوازن كيف نوازن بتقول لي أنا عندي مثلا مثلا K زائد O2 بأعطي عملناها قبل شوي K2O بأجي بقول أنا عندي هون حبة K واحدة هون كم K ثنتين بأجي أضرب هاي بثنين طيب أنا عندي كم أكسجين هون ثنتين هون كم أكسجين وحدة ما بزبط ثنتين يطلع وحدة فلازم أضرب هاي بثنين فصال عندي أنا هون ثنتين في ثنين آه أربعة K فهاي غلط فظل ثنين هاي لازم نعدلها هاي لازم نعدلها شفت كيف؟ هاي اسم طريقة المحاولة والخطأ عندي كان وحدة K وحدة K ضربت بثنين وحدة K وحدة K ها عيدها مرة فاني بده بابسة يلا كمان أجي كان عندي وحدة K ثنتين K ضربت هاي بثنين الأكسجين ثنتين هون وحدة فضربت هاي بثنين تغير الكيس صال الكيس أربعة فبرجع بعدلها إلى إيش بعدلها بعدلها إلى أربعة هاي اسم طريقة الموازنة المحاولة والخطأ للي فيكم بحب تعلق الموازنة تمام تمام هلأ يا حباي بالقلب المجموعة الأولى زي ما اتفقنا هيا طيب المجموعة الثانية مين المجموعة الثانية اللي هي كابامج سي اي بي اي ام جي هذول بس يتفاعلوا مع الأكسوجين بس يتفاعلوا مع الأكسوجين نرمزونهم بالرمز دابل آي كابيتل طلع كيف شكلها ام جي او تعطي مش ام جي هون ام جي او انا بنسخ نسخ قاعد تعطي المجموعة الثانية بغض النظر من هو العنصر أم جي أو بي اي أو سي اي مع او دائماً آه دائماً طب الموازنة الموازنة المجموعة الثانية تنضرب باثنين وهي تنضرب باثنين يعني هاي بتصير 2 وهاي بتصير 2 هيك تطلع موزون يجي اهزة فلاحظة المجموعة الأولى كيف المجموعة الأولى هاي أربعة وهاي اثنين المجموعة الثانية هاي باثنين وهاي باثنين طب المجموعة الثالثة ليه الألمنيوم راحظة الألمنيوم كيف المجموعة الثالثة شيخها الألمنيوم فيه واحد اسمه بورون كمان ألمنيوم أو بورون بس هو المشهور ألمنيوم زائد أكسوجين الشكل تبع الناتج المجموعة الثالثة سواء AL أو B 2 أو 3 جر بعملها ضرب تبادلي أفرجيك كيف المجموعة الثانية زي الـ Mg مثلا موجب بثنين والأكسوجين سائل بثنين لما أخذ قيمة مطلقة بصير اثنين اثنين أبسط صورة بين اثنين واثنين واحد واحد تبصير Mg1 O1 هيا طب المجموعة الثالثة هي ليث المجموعة الثالثة كيف صارت تعا نسوي المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة هذه الألمنيوم الألمنيوم موجب ثلاث والأكسوجين سائل بثنين لما تأخذ قيمة مطلقة ما في تبسيط بين ثلاثة واثنين فالأل بأخذ ثلاثة والأل بأخذ ثلاثة بصير AL2 أو ثري شفتوها فهاي اسم طريقة تكوين المركبات هي طريقة البسيطة في تكوين المركبات هاي شكلها الأساس طب الموازنة الموازنة المجموعة الثالثة بتنضرب بأربعة والناتج بينضرب بثنين والأكسوجين بينضرب بثلاثة فلاحظ أربعة ثلاثة ثلاثة زي تقول كرة قدم أربعة واحد ثلين ثلين واحد ثلين فهذه طريقة هاسم ممكن يسألك عنها آه والله ممكن فأنا أحط لك ثلاث أمثلة على المجموعة الثانية مثال على المجموعة الأولى مثال على المجموعة الثالثة مثال إذن التبعات الاتحاد لحد الآن شو هو الاتحاد نجيب عنصر مع عنصر أو عنصر مع مركب أو مركب مع مركب وفاعلهم احنا بلشنا بعنصر مع عنصر وعطانا معلومة مهمة قل لي أنه أي عنصر مع الأكسجين بعطي أكسيد العنصر هذا مثال عليها الآن النوع الثاني اتحاد عنصر مع مركب زي مثلا غاز أول أكسيد الكربون سي كابتل أو كابتل هذا اسمه غاز أول أكسيد الكربون يتفاعل مع غاز الأكسجين مع عنصر الأكسجين مركب مع عنصر لإنتاج ثاني أكسيد الكربون سي أو تو هاي معادلته حفظها أستاذ لا زي قبل شوية أكسيد كذا بلكن هاي مثال عادي قل لك وكذلك يتحد حمض الكبريتيك شو هذا الرقم IV IV يعني أربعة يعني الكبريت اللي هون الاس اللي هون شحنته موجب أربعة معلومة للكيمياء الكهربائية بتهمكم مش كثير يعني قصده أنه الاس موجب أربعة حمض الكبريتيك هذا مركب يتحد مع الأكسجين مع غاز الأكسجين لإنتاج هذا الكبريتيت آسف هذا اسمه الكبريتيت مع الأكسجين لإنتاج حمض الكبريتيك هذا الاس اللي هون شحنته موجب ستة يعني بكون كتب لك إياها جنبها VI بس بتهمنيش أنا فلاحظ أنه مركب مع عنصر أنتج مركب هاي المثال أستاذ أحفظ لا ما في داعي كيف بتميزها أنه هي مركب مع عنصر مركب مع عنصر أعطى مركب هذا مثال شامل لإش اسمه اتحات بس هل هو من صنف عنصر مع عنصر ولا عنصر مع مركب لا هذا عبارة عن مركب مع عنصر طيب CO مع أكسجين هذا مركب وهذا عنصر لاحظوا كابتل كابتل أعطاني مركب فهذا تفاعل اتحات أما الفوق هذا عنصر مع عنصر أعطاني مركب برضو تفاعل اتحات النوع الأخير اتحاد مركب مع مركب يتحد مركب ثاني أكسيد الكابريت SO2 مع مركب أكسيد الكالسيوم CAO لإنتاج مركب كابريتيت الكالسيوم فلاحظوا أنا مش بطلوب مني أكون معادلة بس لازم أتفرج مادتين أعطت مادة هذه اسمها اتحات طيب من أي نوع هذا مركب قد راسي وهذا مركب قد راسي أعطاني مركب قد راسي تربع فهذا برضو تفاعل اتحاد مركب مع مركب بعضي مركب كتب لك وكذلك يتفاعل مركب أكسيد الكالسيوم الجير الحي هاي حلو نحفظها أكسيد الكالسيوم اسمه الجير الحي هيك اسمه الجير الحي اللي هو CAO هذا اسمه شايفين هاي أكسيد الكالسيوم اللي هو CAO هذا اسمه الجير الحي يتفاعل مع الماء كلكم بتعرفوا الماء H2O لإنتاج يش بسموه الجير المطفق أو هيدروكسيد الكاليسيوم الجير المطفق سي اي او اتش باي تو ستحفظها هاي؟ لا مش تحفظها بس احفظ ان الكاليسيوم اكسيد الكاليسيوم جير حي اكسيد الكاليسيوم جير حي اما الجير المطفق فهو هيدروكسيد الكاليسيوم هيدروكسيد الكاليسيوم ايش يستخدم في مواد البناء اللي هو الشيد اللي بنطل فيه الاشجار عشان النابل ولكزا طلاء سيقاني الاشجار ودباغة الجلود طلع على المعادلة سي اي او هذا نحافظه هذا اسمه جير حي الماء ما اعطاني هاي المادة هاي اسمها جير مطفق اسمها جير مطفق زمان كنت حافظ الطلاب شغلي اقول له اكسيد الفلز زائد ماء بيعطينا هايدرو اكسيد الفلز هاي زمان هاي الفن يعني المجموعة الاولى اكسيداتها اللي هي المجموعة الاولى Na2O K2O Li2O زائد ماء تعطينا المجموعة الاولى مع OH يعني مثلا Na2O زائد مية بتعطيني NaOH طيب المجموعة الثانية المجموعة الثانية مع O زي هاي CAO مجموعة ثانية مع O زائد H2O طيب مثلا موازن انا اكيد بتعطينا اشي بسموه المجموعة الثانية مع OH Bi2 يعني ثنائي زي مثلا CAO زائد H2O MGO BAO مع المي بيعطيني اشي اسمه CAOH Bi2 هذا اسمه هاي دروكسيد الفلز الثنائي زمان كنت احفظهم ايا لكن في كتابكم مش موجودة كمثال انه الاكسيد مع الماء بعطي هيدروكسيد مش مكتوبة في الكتاب حطين بس المثال هات فاللي اذا استاذك او مستك علمك هي هيك بتعرفها اكسيد الفلز زائد ماء بعطي هيدروكسيد الفلز شفتوها عشان اثبتلكها اكسيد الفلز زائد ماء بعطي هيدروكسيد الفلز المجموعة الاولى مع الماء بتعطي هيدروكسيد الفلز مجموعة اولى مجموعة ثانية مع الماء بعطي هيدروكسيد الفلز Bi2 والمجموعة الثالفة مع الماء بتعطيني هيدروكسيد الفلز OH Bi3 يعني المجموعة الاولى مع الماء هذا اللي بحب يستزيد يعني وكون اموره تمام مجموعة اولى مع الماء مش مع الماء اكسيد الفلز مجموعة اولى أكسيد مجموعة أولى اللي هو فرضاً الأولى 2O مع الماء بعطيني مجموعة أولى OH وبدها موازنة هاي ضربة 2 تمام؟ المجموعة الثانية أكسيدها مع الماء بيعطيني مجموعة ثانية OH by 2 المجموعة الثالثة بتكون AL 2O3 هيك شكلها مجموعة ثالثة 2O3 زائد الماء طبع بدها موازنة هاي موازنتها قدامك هاي ضرب 3 هاي ضرب 2 المجموعة الثانية ما في ضرب المجموعة الأولى ضرب 2 هون بتعطيني هيدروكسيديل فيليز اللي هو مجموعة ثالثة OH by 3 by 3 وبدأت توازنها تضرب هاي بثلاث وتضرب هاي بثلاث اللي بيستزيد وبتعلمها أوحى بيعرفها وتكون أموره تمام؟ التمام هيك يا حبايب القلب خلصت أنا وياكم النوع الأول من إشي بيسموه إشي بيسموه إيش؟ الأنواع التفاعلات الكيميائية اللي هو تفاعل الاتحاد فلو فتحت معاك لوح هيك سريع عشان أتأكد أنك فهمت ولا لا فهمت ولا لا خليني أشوفك فهمت ولا ما فهمت؟ فهمتها عشرة عنصره مركب مش صعبة لو قلتلك فرضا فرضا أكمل المعادلة التالية C A زائد O2 إيش بيعطيني؟ لو عطيتك فرضا B زائد O2 إيش بيعطيني؟ لو جيت قلتلك مثلا M G O زائد ماء إيش بيعطيني؟ بتقول لي شوف أول شي C A هذا عناصر مجموعة ثانية مع الأكسوجين هذا أكسوجين هذا بده يعطيني خاوة هون إشي اسمه أكسيد العنصر وهذا لأنه مجموعة ثانية رح يعطيني C A O مش موزونة فهي لازم أضربها باثنين وهي لازم أضربها باثنين زي C A M G أو B A طيب B هذا مجموعة ثالثة هذا اسمه بورون رح يعطيني نفس الشي أكسيد الفلز رح يعطيني B 2 O 3 زي AL 2 O 3 طب موازنتها هاي ضرب باثنين هاي صار عندي ثنتين هون ثنتين طيب لو جيتها وازن الأكسوجين هون ثلاث هون اثنين موزبطش فكي بدأ أساوي؟ باجي بأقول له أضرب هاي باثنين صار عندك أربعة فظبط هذا الرقم صار عندك هون أربعة اثنين في ثلاث ستة أضرب هاي بثلاث توازنت المعادلة هذا اسمه أكسيد البورون طيب أكسيد فلز مع ماء بعطي هايدرو أكسيد الفلز هذا مجموعة ثانية ال M G من شكله M G O مجموعة ثانية فحيعطيني M G O H باي 2 طب موزوني أبو الدبابسي أه M G وحدة M G وحدة هون أكسوجين وحدة هون أكسوجينتين وفيه وحدة هون ثنتين هاي O O هون فيه ثنتين وثنتين أتش هاي ثنتين أتش المعادلة توازنت هذه بخصوص أنك تكون عالف طب لو سألتك أي المعادلات الثلاثة يمثل تفاعل اتحاد عنصر مع عنصر بتقول لي آه هنه الثلاثة اتحاد بس هاي عنصر مع عنصر وهاي عنصر مع عنصر وهاي مركب مع مركب فالجواب الأولى والثانية طيب عنصر مع مركب بتقول لي ما فيه عنصر مع مركب هون ما فيه طيب عنصر مش عنصر مركب مع مركب هل فيه تفاعل مركب مع مركب في هذول كلهم اتحاد بقول لي آه الأخيرة هاي تفاعل مركب مع مركب عنصر مع مركب ما في إكمال معادلات زي اللي أعطاكم إياها قبل شوي اللي هي أول أكسيد الكربون زائد أكسوجين بعض ثاني أكسيد الكربون هذه اسمها عنصر مع مركب لكن مش موجودة كإنت تكمل معادلة يا رب انكم فهمتوها واستوعبتوها هيك الحصة انتهت حصة الجاي إن شاء الله إن شاء الله رح نبلش معاكم بالنوع الثاني من تفاعلات الكيميائية اللي هو اسمه تفاعلات التحلل عكس الاتحاد مادتين بعطوا مادة واحدة ثلاث مواد بعطوا مادة واحدة التحلل للعكس مادة بتعطي مادتين أو مادة بتعطي ثلاث مواد نراكم إن شاء الله في الحصة الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة